يسعد صباحكم بفقرتنا رح نتحدث عن تضخم لطحال الأعراض والحلول مع الدكتور النغم القرى غولي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك كل عام وانتي بقى الفخير انتي بقى الفخير تضخم لطحال يمكن من الأمور اللي بدها انتباه لأنه الأعراض ما بتكون ظاهرة بشكل مباشر ولكن قبل دعنا نعرف أكثر دور لطحال بالجسم هو لطحال يقع بالجهة اليسار من الجسم تحت الضلع ما بين رقم 9 و 11 9 و 10 و 11 يعني تريبا آخر ثلاث ضلوع هلأ هو يعتبر جزء من الجهاز اللنفاوي تبع الجسم يعني زي كأنه غده اللنفاوية كبيرة لأنه تركيبه نفس الاشي كابسولة ولوب أبيض لوب أحمر زي هي طبعا هو له عدة وظائف من وظائفه هي أنه ينظف الخلايا الدم الحمراء اللي هرمة أو اللي خلص خلصت يعني بده يتخلص منها وكمان يساعدنا بإفراز أجسام مضادة للتخلص من الجراثيم البكتيريا والفيروسات اللي بتهاجم الجسم نعم دي أتحدث عن وزنه وطوله لأنه هلأ بيين أمتى نكون نعتبره مضخم طوله تقريبا 12 سنتي وزنه مية وعشرين جرام تقريبا طوله الطبيعي بنقبله لحدها الأدى لما نيجي بدنا نحكي إنه لطحال الضخم بدنا يعني فوق المية وعشرين جرام نحكي مثلا خمسمية خمسمية جرام يعني نصف كيلو صار وزنه هذا مضخم الوضع الطبيعي من مية وخمسين لميتين يس مية وعشرين يعني ميتين فوق الخمسمية يعتبر عند الخمسمية بعد هيك للخمسمية متضخم للألف اللي هو بسموه ماسف سبلينو ميجالي أو اللي هو التضخم الكثير يعني الطول تبعه ذي ما حكينا لحد 12 سنتي بتقبله من 12 لعشرين يعتبر تضخم بالأطحال نعم أو الأطحال أثناء الفحص لازم يكون غير محسوس ممكن نحسه عند الأطفال إذا حسنا عند الأطفال نعتبره عادي ممكن إلى حد ما من خلال فحص سريري نعم والكبار اللي ينحاف ممكن أنه ينحس بس بالجهة الشمال أما إذا حسناه واصل للجهة اليمين هذا أكيد أنه بيكون ألف واصل وأكتر نعم نعم طيب هل صحيح أنه بعض الأعراض لا تكون ظاهرة فيما يتعلق بمشاكل لطحال صحيح مشكلته أنه هو زي ما قلنا إلا إذا الضخم وصل مثلا الألف أو أنه لحد ما أنه حس أو شفنا البطن كتير منفوخة نعم يلا أنه ممكن نعرف يتضخم طحال بس في كتير ناس بيكون متضخم عندهم مثلا 400 جرام 500 ممكن مش محسوس ما بيكونوا حسين فبيجي بيصامت يعني أنه ما في أي أعراض بينما من الأعراض الثانية اللي ممكن يجي فيها المريض أنه يحس بشبع بكير يعني ما دوب بلش يأكل لأنه الطحال متضخم بيضغط على المعدة فبيصير مش قادر يأكل كمان شبعان نعم أو يعني فبأدي لفقدان الوزن أو زي ما حكينا ممكن الإطحال لأنه هو بتخلص من خلايا الدم الحمراء الهرمة بيصير لا يأكل كل شيء يأخذ كل الصفائح الدموية لأنه هو تلت الصفائح الدموية طبيعة بيصير على نزول في الدم في الصفائح الدموية فبيصير نزيف يعني أمتى إحنا بنحكي عن النزيف مش ضروري الواحد يعمل عملية ويشوف فيها النزيف لا ممكن وهو بفرش سنانه صار نزيف جرح صغير بيصير نزيف هذا بيخلينا أنه نشوف إذا فيه مشكلة الصفائح الدموية الشبع النزيف السريع وجع ممكن بالبطن أو صامت نعم صدفة يعني نحن عم نحكي أنه هو جزء من جهاز المناعة بالجسم فإذا بنتحدث عن أهم كمان الوظائف للتحال نعم هلأ تحديدا أنه الأجسام المضادة الباقية والتائية بتطلع من عنده فهي بتهاجم الجراثيم والبكتيريا والفيروسات بتساعدنا أنه يضل يعني جهازنا المناعي قوي وزي ما حكينا كمان أنه صفائح الدموية مخزونها بالتحال وكمان خلايا الدم الحمراء الهرمة كمان بتخلص منها لأنه هي مدة حياتها 120 يوم عشان ما تصير فيها فوتات أو أي شيء تخلص منها زي ما إحنا شايفين بالصورة هون دانا هذا هو الاتحال هاي من بره الكبسولة تبعته من جوه فيه اللب الأبيض واللب الأحمر كل واحد متخصص بوظائف زي ما حكينا وهدول الأوردة والشرايين اللي بتغذي الاتحال نعم كنا نتحدث عن أهم الأعراض لأنه في بعض الأعراض ما بتكون واضحة في بداية تضخم الاتحال هو شعور بالشبع وأيضا النزيف بشكل سريع وأشفي كمان عندنا أعراض وجع في البطن متقطع ولا بيكون بشكل مستمر الوجع ممكن يكون إذا نتيجة ضغط على الأمعاء متقطع لأنه وقت الأكل وممكن يصير فجع ومغس من غير أي سبب ويشوفوا البطن ويفحصوا سريريا بيحسوا أنه في تضخم هلا من الأعراض الثانية اللي ممكن تيجي مع تضخم الاتحال اللي هو السبب الذي أدى إلى تضخم الاتحال احنا شايفين هون دفاع وهون آه سوري هي دخلنا على أحد أسباب تضخم الاتحال خلينا نحك عنهم معنا يلا أوكي هلا بالنسبة لأسباب تضخم الاتحال واحد منهم الأمراض المعدية وهي المالاريا أنا هون حاطة صورة نموسى اللي هو أكتر وسيلة بنتقل فيها المالاريا للناس النوميس أوكي وبالذات هي الكلمة مالاريا من كلمة إيطالية أو لاتينية بالإيطالي معناها مالاراريا اللي هي المستنقعات المي الوسخة الراكدة المستنقعات الراكدة فالنموس هناك هو بنقول هاي البالاريا اللي هي بلاسموديوم بي فيفاكس اللي هو أحد الطفايليات بنقولها من شخص لآخر أكتر إشي عند الأطفال موجود في كل المناطق والمنطقة هلا هي ممكن تصير بكل المناطق بس احنا فيه أماكن معينة معروفة بحيث بتنصح منظمة الصحة العالمية عند السفر لهاي الأماكن إنه ناخد مطعوم أو دواء فيه دواء اللي هو دواء المالاريا اللي انتشر قبل فترة كانوا ناس ياخدوه عشان حكوا للكورونا بالضبط وكمان ممكن عشان يقوحا لهم من موضوع النموس فيه كريمات ريبالنت نعم فأنا هاي من الأعراض اللي بدي أحكيها أن تصاحب تدخل الطحال هو السبب الذي أدى لتدخل الطحال مثلا بالمالاريا وجع شديد في البطن وكمان سخونة كمان من الأشياء اللي بتأدي لتدخل الطحال مثلا نحكي اللي هو فيه مرض اسمه الانفكشاس مونونيوكليوسيس هلأ هذا كمان مرض معدي فيروسي من عائلة الهيربيز ابنشتاينبير فيروس اسمه هذا بيصير تدخم بالغدد اللنفاوية حرارة أكثر شي عندهم مراهقين نتيجة الاتصال القريب من بعض وكمان بيصير عندهم ممكن تدخم نعم احنا حكينا عن الأعراض نقدر نشوف الصورة البعضها تدخم بالثروت يعني نعم منطقة الحلق نعم هلأ كمان زي ما احنا شايفين هون بيضغط على الأمعاء فبيعمل الوجع والشعور بالشبع نعم من الأسباب كمان اللي بتأدي لتدخل الطحال اللي هو أمراض فقط الدم الوراثية حكينا عن الأمراض المعدية من ضمنها عم نحكي عن المالاريا والالتهابات تمام هاي المستقعات وهيك والنموسة وزي ما حكيت لكم كمان اللي هو الأمراض الدم الوراثية أهمها الهردتري سفيروسايتوسيس اللي هي والسيكلس الأنيمية اللي هي المنجلية والتاني ما بعرف بالعربي معلش فهم يسامحوني هلأ هاي بيصير فيها تضخم بالطحال كتير قوي وبالسيكلس الأنيمية أو الكرايسيز هاي تبعيتها لازم نتم مباشرة لا استقصال الطحال هلأ أنا فصلت جزء علاج واستقصال الطحال بإن شاء الله فقرة لحالها اليوم بس هو بدنا يعني عشان يفهموا شو الطحال والأمراض اللي بتصيبه لأنه متشعب بأكتر من جانب بزرق موضوع السرطانات وارتباطها كمان بتضخم الطحال شو العلاقة؟ أكيد ممكن يكون برايماري أو سكندري يعني أولي أو ثانوي ثانوي يعني من محل تاني مثلا مثلا حدا عنده سرطان بالغدة الدرقية وراح للطحال ممكن يؤدي للتضخم أو اللي هو برايماري اللي هو أولي يكون نفسه سرطان بالطحال نعم زي الليمفومة اللوكيميا وكمان مثلا كمان أشياء تانية غير السرطانات تكيوسات الطحال مشاكل الكبد مشاكل الكبد مية بالمية هلأ رح نحكي عن مرض كتير مشهور وكتير معروف ويصير عند الأطفال اللي هو هذا هذا اسمه غوشير غوشير ديزيز بتنكتب غوشير بالإنجليزي والعربي بس يتلفظ غوشير نسبة للعالم اللي اكتشفها هذا بيكون في نقص بأحد الأنزيمات وفي منه نوعين نوع بيموت وهم صغار بأثر بالدماغ ونوع ممكن علاجه بإعطاء هذا الأنزيم بصير يشتغلوا برجع عادي وزي ما احنا شايفين هون بالصورة قديش هون بطن الطفل متضخمة وبعد العلاج قديش يعني مرض غوشير اللي عم نحكي عنه ويؤدي إلى تضخم الأطحال نعم ومن الأشياء كمان اللي إله علاقة بين الكبد والأطحال اللي بابعني سألتي عن الكبد بس ما رح أدخل كتير اللي هو الارتفاع ضغط ارتفاع ضغط الكبد اللي هو البرتال هايبرتنشن فهذا بيؤدي لتضخم الأطحال وتضخم الكبد ويعمل دوالي حول المريض نعم طيب بشكل عام الحلول بتكون الدوائية أو الجراحية بحالات تضخم الأطحال هلا إذا كان أمراض معدية في شيء ما له علاج زي الفيروس أحيان نعرف ما له علاج نستنهي فترة وبيرجع بيصغر فيه أشياء لها علاج بتكون بالأدوية زي ما حكينا مثلا الملاريا وفيه أشياء لازم استقصال اللي هي ممكن ما له تضخم عامل اللي هي ترومة الحادث أو اللي هي ممكن كيس ممكن الورم حوادث انفجار لطحال وبكثير مهمة موضوع لطحال أكتر عضو بتأثر بالضرب المباشر على البطن أو بحوادث السير نعم فهذه الاستقصال الجراحي لاحقا رح نحكي أكتر عن العلاجات شكرا إليك دكتورة نغام كل عام وانتي بقى الخير